ما زالت حرائق الغابات المحيطة بمدينة فيرفيو جنوب كاليفورنيا مستعرة لليوم الثاني على التوهلي حيث أتت على أزيد من 200 هكتار من الغطاء الغابوي إدارة مكافحة الحرائق نشرت عبر تغريدة لها على تويتر أن النيران أتت أيضا على سبعة مباني سكنية وألحقت أدرارا بليغة بأخرى ما تسبب في مقتل شخصين وإصابة ثالث وكانت السلطات المختصة قد جندت لإطفاء هذا الحريق الدخمة تسعة أطقم إطفاء وست طائرات إطفاء وأربع طائرات هليكوبتر ولاية كاليفورنيا كانت قد شهدت الأسبوع الماضي حريقا مماثلا أت على أزيد من 1600 هكتار وأدى إلى تدمير مئات المنازل والمباني حرائق تساهم فيها بحسب خبراء المناخ موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها ولاية كاليفورنيا في العقدين الأخيرين بسبب التغير المناخي ما جعلها من أكثر الولايات الأمريكية عرضة للحرائق